رغم ما يعانيه سكان المخيمات من حرمان ومعانا إلا أن الأمر في المخيمات العشوائية يزداد سوءا فالمعاناة فيها مضاعفة والحرمان لا حدد له حتى في توفر أبسط حقوقهم كما بواسق النخل في الصحراء تنتشر ستة آلاف عائلة في المخيمات العشوائية بريف محافظة دير الزور السورية مخيمات يكابد قاتنوها مرارة نزوح وقلة الدعم وعدم توفر الاحتياجات حتى الأساسية منها أم قتيبة خمسينية تسكن في مخيم حميدة من خيمتها المهترئة وبين أحفادها الأيتام تحدثت بحرقة كيف أنها لا تجد من يمد لها يد العون أو ينصف حالها ميصرنا ثلاثة شهر ما شفنا فرن مسكرين وما في خبز يعني وحمادة في شرد نسوي إحنا ما بمساعدة خالص نهائية كثيرات لا يختلف حالهن عن حال أم قتيبة وإن اختلفت أسمائهن فأم علينا زيحة أربعينية من الشامية تطالب المجلس المدني في دير الزور والمنظمات الدولية العاملة بتحسين الوضع المعيشي الصعب والاهتمام بواقع المخيمات يعني بس نطالب من المجلس المدني من كل الناس مثلا تنظر علينا من الأمور المتحدة من كل الناس نطالب بهم أنهم ينظرون بحال النازحين ويرى كل من الإدارة الذاتية للشمالي وشرقي سوريا والمجلس المدني بدير الزور أن أي حلول مؤقتة بالنسبة للمخيمات العشوائية ستكون خطرا على حياة النازحين ولا سيما أن تلك المخيمات تشكل بيئة خصبة لانتشار الأمراض السارية والمعدية وأن الحل الأنجعاء تمثلوا في توحيد تلك التجمعات في مخيم أبو خشب وتنظيم تلك العوائل في قطاعات تبقى التجمعات العشوائية للنازحين في دير الزور هي المعضلة الأصعب التي تواجه العوائل النازحة والإدارة الذاتية معا في هذه المنطقة من ريف دير الزور الغربي سولين محمد أمين اليوم